في هاي اللحظات أحباء مش في هاي اللحظات يعني خلال الساعات التلاتة كان في ظلمة كثيفة ورؤساء الكهنة شايفينها لأنه الفصح مئات الألاف من الناس ثم الزلزل اللي حدست ثم ماذا عن حجاب الهيكل شق من فوق إلى أسفل هذا حجاب سميك بحتاج لتلاتمائة رجل أنه يرفعوا ماذا عن هذا كل هذا ما جابوش أي دليل يهود لأنه خلاص ما قدروش يقاموا هذه الحقيقة وبعدين لأنه كل الأحداث عم بتصير بسرعة بسرعة قالوا لو بلاطوس ابعت واحد واكسر رجليهن عشان قبل ما يفوت السبت مش عارزين يتنجسوا عارزين يتناولوا خروف الفصح فطبعا كسروا رجلين اللص الأول والتاني لما جاءوا عند يسوع لقوا خلاص أسلم الروح ميت وهي الناس على فكرة أزكياء يعني مش اللي بقولك نظرية الإغماء مثل الأحمدية تازم مكسنز هدول الجماعة أزكياء بلاطوس بيتحقق من رئيس المئة لازم يتحقق لأنه هذا يعني مستوجب أمام العدالة الرومانية عشان يتأكدوا أكتر واحد من الجنود طعن يسوع المسيح في جنبه نزل دم ومي وهذا كان دليل واضح بيقول لي كي تؤمنه يعني يحنى بيكتب بيقول لي كي تؤمنه وفعلا يعني نزل دم ومي والمسيح خلاص كان ميت على الصليب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة